بأنفاس مضطربة تقف أم مكية كغيرها في صفوف المأساة حاملة الآلام والبنين تنتظر علاج ولدها الوحيد الذي قرره الأطباء للتغلب على سوء التغذية الذي يعانيه منذ ولادته لم تتمكن لينا أحمد سعيد من شراء الحليب منذ أن قرره الأطباء في مستشفى المظفر بمدينة تعز ولذا صعب على مكية الوقوف على قدميه رغم بلوغه عاما ونيف تقول الأم المكلومة أن والده رمت به الحرب الحوثية إلى مربعات البطالة ولا يقدر على توفير الحليب لولده هذه العملات استهدف خمسمائة طفل وطفلة خارقوا من مراكسها التغذية تترقب المسكينة مناديا يبوح باسم ولدها لكن ذلك لم يحدث فقد استثني مكية وغيره من الأطفال من قائمة المستهدفين لدى جمعية النجاة الكويتية ومؤسسة دروب الخير قالوا هنا يوزعوا أقري قري ما قدرش ألقم معي شحة معروف أعمل كفترة وارقا عمشيني معا استنمش منهم يجدون الغرواني لا انهارت أم مكية واختنقت بغصتها كغيرها من النساء اللواتي لم يجدن جوابا لصمت أطفالهم وبؤس الحياة ووجع مرض تجاوز الأطفال أخطر مراحله لكن مخاوف الأمهات تلوح في أفق مظلم إن حسرت فيه القدرة على شراء أغذية تتناسب والأطفال لم تتهدف كل الحالات بسبب أن الإقبال كبير جدا والعدد الذي لدينا عدد محدود جدا فنحن بدورنا نوصل هذه الرسالة للأشقة في جمعية النجاة الخيرية ودورة الكويت إلى أن الحاجة كبيرة ومسة لمثل هذه المشاريع نظرات حزينة لا يدركها مكي تبادلها ووالدته كغيرهم من الأطفال وأمهاتهم وأمهات تأطان رؤوسهن وأخريات رفعن معاناتهن إلى السماء وألف أم وطفل عادوا محملين بالابتسامة وما جادت به جمعية النجاة الكويتية في دروب الخير رغم سرعة تلاشيها تبرز أهمية هذه المشاريع في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هؤلاء الأطفال المصابين بسوء التغذية ذلك أن الأوضاع المادية لأسرهم تقف عائقا أمام علاجهم بل حتى توفير أبسطي متطلبات المرحلة عبد العزيز الزبحاني من شباب تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر